اشتركوا في القناة طلعت على هذا الكلام طيب زي وزي غيره انا اول مرة اذكر بالاسم وطبعا ممكن انه يسيء متعود على هالقضية هو بسيء لي لا هو بسيء لا نفسه انا متعود على هذه القضية طبعا اذا بدك صحيح مفاهيم الناس وبدك صلح الخطأ شي طبيعي تلاقي مثل هذا الكلام فانا الحقيقة اطلعت ومش اول واحد ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع وخصوصا انه احيانا بلزمش لما انت بدك تشاهد شريط بلزمش خفز دقائق لانه من بدايتها بعرف انه هذا انسان بتكلم بعلم يستحق انه اتابعه لعله بقدم شيء مفيد هذا بيخفاش هذا بيخفاش على طول لانه لا يعقل اللي مثلي مثلا يحضر لكل الناس ساعة وساعتين شو يعني مثلي يعني مش فاضي مش معقول يعني بلقد تضيع وقتك مع هذول الناس كيف تعرفه طيب؟ من اول اكم دقيقة بيبين منهجية اه وبعدين في منهجية ولا ما فيش طيب طيب هذا الشخص اذا انا ما خدتوش في عين الاعتبار مع انه بذكر اني سبق شفت له بعض الاشياء برد فيها على الناس سواء اهل الشبهات او ملاحد او اللي هو يعني يبدو نشيط في القضية وبالتالي فيه له متابعين تمام وذكر بسام جرار مش زي ما قلنا انما ليش الان بدي اذكره لانه انت بتعرفوا اخونا الدكتور اياد قنيبي دكتور اياد قنيبي واذا به يشارك الشريط وشو بقول بقول هيك حلقة جديرة بالاهتمام للاخ المهندس حسام عبد العزيز ومنزلها بـ 25 خمسة وانا شايفها قبل عند الزلمة نفسه يعني شوفت كنت ما نعارف بيبين معاي ها الان الاخ ياد قنيبي الو طبعا محاضرات طيبة كثيرة وانا شخصيا كنت اشارك الو بعض الاشياء اللي تعجبني بدي الناس تشوفها بشارك وانا نادر ما اشارك يعني كنت اشارك له مش مرة وثنتين وثلاثة طيب طيب الان وثم لفت انتباهي انه هو بقول انتوا لاحظوا كمان مرة حلقة جديرة بالاهتمام الاخ المهندس يعني المشكلاتنا صارت مع المتخصصين في الشريعة المهندس حسام عبد العزيز طيب واذا به ايضا مراسله وطالب منه يحذف كنه دقيقة ونصف كنه وذاكر انه هو باذنه انا يعني اذا انت اخي كونيبي اياد انت معناته حاضر كله وشفته لما بتهجم وباعتباره انه يملكي الحقيقة وبعدين انت يبدو انه اعجبك الشريط تمام فاذا طبعا انا قلت يعني طيب الاخ اياد ما هو وبجزء مش سامع مني اصلا في هذا الباب وبالتالي هو مش منتبه هو من المسألة بعدين اعذرت وقلت انا حسب ما بلاحظ الرجل يعني من خلال فراستي فيه انه هو من الناس اللي لا يجاملهم في الدين فهو الان بدي يسمح لي انا ما بدي اجامل في الدين نشوف شو هو الشي اللي اعجبه من شريط الاخ حسام عبدالعزيز نبدأ طبعا هذا الكلام برضو ليش بهمني لانه الدرس الماضي اللي هو ساعة وستة وثلاثين دقيقة الان بحتاج لمثل هذا الكلام من اجل انه تتضح الفكرة اكثر فما يخافوش الناس اللي بي اللي استمعوا لساعة وستة وثلاثين دقيقة وقولوا بدنا نرد نعيد لا بدناش نرد نعيد بدنا نزيد وبدنا نحيل نحيل للدرس يعني فيه اشياء وراح تلاحظوا ننتقد ادلتهم بامور برضو ما سمعتوهاش في الدرس السابق تمام تمام فمن هون هو يأتي بي ويقدم بمقدمة طويلة ليش طويلة لانه كلهن 22 دقيقة تيجي تقدم بمقدمة عن الرحمة بأربع دقائق كلهن 22 دقيقة مثلا تمام وانما جميل التقديم تبعه ايش يقول استدلالات يعني بيقدم هو هو قصدي بيقدم استدلالات وبركز بدي تنتبهوا على ايش بيركز في المقدمة الطويلة ان الله يرحم الكفار في الدنيا انتبهوا احفظوا لي اياها الله يرحم الكفار ولا ما يرحمش في الدنيا يرحم هذا في قوله يعني مثلا الرزق رحمة ودفع الكروب رحمة والمصائب والشدائد رحمة وكمان الهداية الى الاسلام ركزه هنا وكمان الهداية الى الاسلام رحمة هو بيقول تمام هذا في الدنيا كله في الدنيا رحمة ربنا قد يرحم الكافر في الدنيا ويهديه الى الاسلام شوفوا يرحم الكافر في الدنيا ويهديه الى الاسلام ثم يقول هنا هنا العجب الكرآن والآيات الكثيرة جدا الله بيقول لك انا ممكن ارحم الكافر في الدنيا معناته انا بقدر اترحم الكافر في الدنيا ولا لا بقدر اترحم ولا لا طالما الله بترحم بيرحم يعني اقصد بيرحم طيب الان شو بيقول شوف هون بدي تنتبه للمنهجية الان وقديش مثل هذا الكلام مقبول عكلا مش متضرورة تكون انت مش متضرورة تكون انت متخصص في الشريعة حتى تدرك التناقض من البداية شو هو التناقض لاحظوا شو بيقول في خلاف بين العلماء على حكم الدعاء بالرحمة للكافر الحي في الدنيا يعني شو خلاف شو بدنا في خلاف العلماء احنا اذا كان صعيف في خلاف من العلماء قدمت طويل انه الله بيرحم بالكافر وبرحم بالكافر تيجي بتقول لي بعد الآيات القرآنية لاحظوا شو بيقول في خلاف بين العلماء على حكم الدعاء بالرحمة للكافر الحي طب ما هو الله بيرحمل الحي الكافر الحي قلت أنت ودللت طب إذن شو اللي بدوا يمنعني أنا أدعيله للكافر الحي تمام طيب وكنه مصري وبقول وده وده كلام وجيه كلام وجيه أنت بتجيب الآيات القرآنية وبعدين بتقول ده كلام وجيه اللي هو إيش إنه عدم جواز الترحم يعني الآن بعد ما قال الله بيرحم في الدنيا وقال مختلفين علماء بيقولوا يجوز ترحم على الكافر الحي وفي ناس بيقولوا لا طيب والله بتبنى الكلام إذن عرضت الآيات ليش وقلت إنه الله بيرحم الكافر ليش ما نذهل إحنا طالما الله بيرحم طيب لاحظوا يقول وده كلام وجيه هو بيقول جدا جدا اللي هو لأن الكافر ليش الآن بده بيّن ليش إنه وجيه الكلام لأن الكافر هيفهم منك لما بتدعيله بالرحمة مثلا تقول الله الله يرحمك أو أنا أقول الله يرحمه الله يشفيه ويرحمه يشفيه ويرحمه شو بيفهم قال يفهم منك أنك بتدعيله ويدخل الجنة أنا لما بقول له بيبقى مريض بقول له الله يرحمك أو بيكون في السجن بقول الله يرحمه ويخلصه من ما يعاني هو بيفهمه الناس أني عم بقول يدخل الجنة ما هو حي هل كتشعل اللي شواء انتبهتوا؟ طيب الله أنا أضيع وقتي أنا أنا لما بقول لكم مرات من أول ما بشوف بعرف وين رايح الكلام كيف طيب شو هذا؟ ثم يستشد بحديث إيش؟ تعاطص إنه اليهود اللي عرفته إنه اليهود كانوا يتعاطصون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء إيش؟ أن يقول لهم يرحمكم الله ما قلش شو قلهم؟ يهديكم ويصلح بالكم اليوم بدنا نزيدكم أنتو كمان غير اللي قلناه في الماضي في هذا التعاطص طب أنت بتجيب حديث زي هذا وبتفهم منه حرمة الترحم بتأيد اللي بقوله حرمة الترحم على الحي وإنت قائل إنه الكرآن بقول إنه برحم ما انت قلت بقوله هدايا رحم ما انت قلت الله يرحم الكفار في الدنيا تأخذ إذن أنا بدعو طالما بيرحم بالدنيا بدعو الآن تستدل بهذا؟ حديث التعاطص هو اللي بستدل بالتعاطص ولا عدد كبير منهم اللي برفض ما هو يشوفوا عليه شو بقوله هما؟ هما لما بيشوفوا تهافت أدلتهم وشعرين من داخلهم شو بواجهوك؟ شو بواجهوك؟ بواجهوك إنه فيه إجماع علماء يعني إنه فيش فرق بين الترحم والاستغفار طبعا شو هذا الكلام؟ والله إذا فيه إجماعة هذا أخرونا يا شوي بس بشرط إذا بدنا نصدقهم بدنا نشوف أنتوا تستخدموا آيات الله وبتفسروا صح يعني نسق فيكم مشان نسق بدعوكم إنه إيش؟ إجماع خلونا نسق فيكم فيه فهم الآيات بعدين هاي قضية الإجماع ما الحوق عليها تمام؟ بل ليش؟ لأنه بدهم يتمترسوا في النهاية لما بشوفوا حالهم منهارين بدهم يتمترسوا وراء إشي لا يثبت بسموه إجماع من كلهم إحنا أخرونا الإجماع شوية أبين ما نشوفكم كيف تتعاملوا مع القرآن والسنة شوفوا يا محترمين أولا حديث التعاطص أنا بدي أعطيكم أحديث أقوى من حديث التعاطص من ناحية السند أولا إذا عطس انتبهوا الآن إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله تمام؟ فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلحوا بالكم طبعا البخاري تمام؟ حديث في مسلم أظن في مسلم بقول صحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه يعني يقول له إيش؟ يرحمك الله فإن لم يحمد يحمد الله يعني فلا تشمتوه فهمنا؟ هل كنت شو الحكم إذن؟ لما يعطس منشوف إذا قال الحمد لله شو من قله؟ يرحمكم الله طب الله لما اليهود بدهم يتعاطسوا عند رسول الله بدهم يرحمكم الله ماهم أول شي لازم شو يقولوا؟ الحمد لله ما تقلوش كانوا يقولوا اليهود شفتوا كيف الاستدلالات ولذلك بعض الناس قال لامني قال أنت كيف بتقول أنه المخالفين يفهموها؟ شوف الكلمة حق يراد بها باطل أنه كيف بتقول عن المخالفين أنت أنهم هدول لا يؤخذ منهم لا يؤخذ منهم وحتى وصفتهم يكونون الله ورسوله هذا كلام غير صحيح أنا ما قلت عن المخالفين إطلاقاً ولا عن مين قلت؟ قلت لما وحد يجي بقول لك بقول لك أنت بتقول بتقول أنه في فرق بين التراحم والاستغفار وعارف أنه وموافق طبعاً أنه أنا بقول أنه لا يجوز الاستغفار للكافر بعد موته ما هو المشرك كافر طيب طب تعرف إنما بقول يجوز التراحم تعرف هالكلام تيجي بتصير تستدل أنت بالآية الكريمة ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا تستدل شوف تفهم أنت هذا مخالف؟ ما هو أصلاً مش مخالفني ما هو هذا مش مخالفني هذا هذا بس أشد الآية اللي عم بقول فيها إحنا وإنت بتقول أنا وهو على فكرة هذا هذا بدأ قال أنا رديت على كذا وكذا في شريط انتبهوا الآن واليوم بدي أرد على الناس اللي بفرقوا بين بين إيش التراحم والاستغفار يعني بيقولوا هو بيقول إنه بيقولوا لا يجوز الاستغفار ويجوز التراحم بديوا يرد عليهم وبستشهد الآية برضو أكثر من مرة شو هذا شو هذا اسمه؟ قال بيقولوا بتشنع على المخالف ما خالفني هذا هذا موافقني عم بقول زي ما بقول هذا مخالف بشنع عليه لأنه شو هالمعنى هذا هذا شو بتفهم أنت معناته كيف بدهم يخضوا عنك المسلمين دين طيب مش بقصده واللي زيه واللي زيه طيب شوفهم إذن الرسول عم بيقول لنا إذن ما حمدش الله تشمتوه فهم اليهود في دليل عندهم إنه اليهود كانوا يتعاطسوا ثم يقولون الحمد لله لا ما قالوش ما فيش في الحديث إذن كيف بدوا شمتهم الرسول كيف بدوا يقول لهم يرحمكم الله فاختار إنه شو يقول لهم يهديكم ويصلحوا بالكم وإلا بصير تناقض بكرة بصير كلنا تعالوا هيا الرسول قال لهم يرحمكم الله وهون قايل إنه المسلم بالذات تقولوا ش يرحمكم الله أما اليهودي ينقول له يرحمكم الله انتبهتوا اثنين انت بتقولوا بالحرمة من هذا الحديث ليش هيك صياغ التحريم يعني هيك صياغ التحريم يعني أنا بفهم شو التحريم مثلا ما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركين ولو كانوا أو حرام أو لا اجتنبوه اجتنبوه أو غضب الله عليه أو لعنه أو كذا كله 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 في علماء الأصول في حدا منهم بيقول إنه هاي صيغة مثل هذا الحديث صيغة في التحريم طب كيف إذن انتو بتوزعوا المسلمين إيش قاعدين وين العلم الشرعي طب أنت إذا كنت مهندس وما عندكش علم شرعي ليش بتقفز على الدين بهذه الطريقة طيب هذا هذا مش من صيغة التحريم خلص الرسول بتعطسهم مشان يقول لهم يرحمكم الله ما قال لهم مش وانا قلت لكم ليش ما قال لهم مش مهم محمدوش الله ولو أنت مسلم كمان كان ما قال لكش الرسول إلا لما يسمعك بتقول الحمد لله طيب هذه مش صيغة التحريم ولا كراهة ولا إشي ثلاث طيب انت قلت في المقدمة وكمان الهداية إلى الإسلام في الدنيا رحمة رحمة طيب ما هو الله قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب لابدكم تفسروها كيف بد رسول رحمة للعالمين بالدرجة الأولى بالهداية بالهداية كمان مرة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب هذه الآية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين على فكرة يعني كانوا كلهم مشركين لما أرسلهم الله رحمة للعالمين طيب عم بقول لهم يهديكم شو يعني ويصلح بالكم وهذا عظم رحمة وهذا سبق كلناه في الدرس الماضي المسلم يرد على أخي الذي يقول له يرحمك الله يرد علي يهديكم ويصلح بالكم أيوة المسلم لما بتشمت انت العاطس اللي قال الحمد لله شو بترد عليه بأفضل مما قال يعني بأعلى من مجرد رحمة مبينها أكثر فقال الرسول قال احنا شو نقول يهديكم ويصلح بالكم ولذلك شو قال لليهود يهديكم وصلح بالكم يعني إما أن يكون ردها زي ما هي أو أحسن منها ما هي تحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الرسول حيا بأحسن منها أحسن منها تمام؟ طيب وشو بعمل كمان؟ شوف شو بعمل كمان؟ شوف شو بعمل كمان؟